هنا المشكلة الكبيرة عند عبد الصمد الزلزولي فارغ كبير الأخواني كما لاحظتم لعب واحد الذي سيكتفي أنه يعمر السلام عليكم أصدقاء مرحبا بكم في هذا الفيديو الخاص بتحليل مباراة المنطقة المغربية المنطقة البوركينافاسو فأولا ترحم على ضحية زيزال وكذلك لاحشوا من حال الجرحة والمتضررين مع الكارثة الطبيعية والإنسان ما عنده ما يدير قدام القضاء ربي فار بيبغى واحد مجموعة من الناس مثل كضحية للحدث هذا إلا أنه حتى حاجة ما توقع بلا سبب وأي حاجة بالنسبة لنا توقع خيبة فرعا بعدها تخلي بزر دي الأطار اللي هي إيجابية وبين هذا الأطار عدد شفنا على أنه كي باش هذا القيم بانته بين الناس اللي هي عبارة للتعاون والإحسان وكذلك الأخوة والتضانون وبزر دي القيم اللي هي حسنة وهذا القيم هذه أوتوماسيكية تدوز إلى الأطفال السئر وهذا الأطفال هؤلاء غير شكل واحد الجيل اللي غير تبقى متبسة فيه من القيم هذه وغيرت الصمع وغيرت الصمع على الأجيال القادمة فهذا يمكن أن هذه الجائحة اعتطنا على أن نرى هذه القيمة التي كانت من الممكن على أنها تخبر في حالة أنه لم يقع على الجائحة هذه التي تضعها بعض الضحايا للأسف وكذلك هذه الجائحة سلطة الضبطة على واحد العالم الذي كان في المغرب اللي هو ملسي ويمكن على أن الناس ستكون المستقبلات تلتافت بشكل كبير مع هذه العالمات التي يعاني في الأيام العادية فما بالك في الجائحة وكذلك قبل أن أبدأ الفيديو هو أن الكثير من الناس يعتقدون أن هذه الجائحة لمدة 10 ايام أو 5 ايام فقط توقف الأرض على الحركة وقلارة وقفات على الحركة وصفية الجائحة ستدوز إلا أن الجائحة ستطول معنا بأعوام لأن هذه الجائحة ستطولون وإعادة التامير وإعادة التامير تطلب واحد الوقت الكبير وكذلك ميزانية الكبيرة فأنا نتمنى أن المغربة لا يتقلل على العالم المنسي طيلة هذه الفترة التي ستحتاج الوقت لإعادة التامير ويرجعوا إلى المنازلهم فأنا نبدأ الفيديو على بركة الله فعندنا الفيديو ومقسم جوجة الحالات الحالة الأولى أن الحالة الهجومية التي ستجعلها وأن الحالة الدفاعية التي ستجعلها بالنسبة للبناء كنا نخرج القرب للقلبة دفاع السيس وكذلك أكرد والأضيارات التي حكيمها وكذلك أعطي الله كانوا يسعده كي يقوله في خط واحد مع أنه يصعده في بوست ديس سيس كما تلاحظه يعني يقوله في خط واحد وكي يقوله ثلاثة ديال اللعبين في ذلك الخط من بعد نيف أكرده وكذلك سايس هذا المشهد كي وضع هذا الشيء لقد قلنا هنا حالة جوجة قلبة دفاع لأيومة نيف أكرده وكذلك سايس والأضيارات ستجعله كي يقوله في خط واحد مع أنه يصعد مزرائي كي يقوله لأنه يعمل بوست ديس سيس هنا الأضيار ستجعله ويقوله في خط واحد ونقوله ونخرج الكرة بجوجة ثلاثة كما تلاحظه لذلك قلبة دفاع وثلاثة ديال اللعبين في خط واحد كما تلاحظه ثم وكذلك هذا مشهد واحد آخر كما تلاحظه فأنا سأشرح واحد النقطة وأنه يبقى مبينه بلقطة هنا لدينا ضاهير دائما يكون في خط واحد مع الجنة نحن كان لدينا حكيمه كذلك أمين عدلي بعد أن سأشرح وتتطور ديال الأمور اللعبين ديال الخط الوسط ليهم اوناحي واملح كي ترون فوق فوق الخط لي كيكون وقفها المزراوي كي يوقف بعض طريقاتي في الداخل كما تلاحظه هذا لقطة واحدة آخرى هنا عنا اوناحي واملح واملح واقفين فوق الخط لي كيكون وقفها المزراوي مع الأضريرة وكيكون وقفين إلى الداخل شنو كي ترفض هذه الحالة واملحي ولي كهبط باش أنه يساعد المزراوي يتخ forgiven في الخط الخلفي اعتقد واملحي يدخل إللا الداخل بعد أن كيتم كي لاحظوا باشكنه يتجد في الخط الخام كذلك حاكمه يتجد آخر يتغير بشكل مركز من هذة Their وصل مزراوي وكتقدم ولا لديك الضوء بالحمر إذن أنا النتيجة هي كيويلو عنا قلبي يدفع بهذه الطريقة هذه مع أن الخصم كان يدفع بربعة خمسة واحد وكان بكتلة منخفضة وكتاء متراجعة كما لاحظتوا وكسبحوا اللاعبين بأدراس طاكتيكي كما لاحظتوا عنا قلبي يدفع كما ذكرنا سابقا وعنا هذه اللاعبين هؤلاء اللاعبين هؤلاء في خط واحد اللي هم ثلاثة اللاعبين من الخط وسط مزراوي ونحي وأم الله والأضعير هؤلاء هؤلاء اللي هم الضوء بالبيض اللي سوما كيويلو في خط واحد إذن كتفعوا خمسة اللاعبين اللي كيكون في خط واحد وهناك يكون عنا الأجنحة إلى الداخل أنا معرش الزلزولي في ناوة ولكن هنا أمين عدلي واللي بين في الكاميرا هو اللي داخل إلى الداخل وخصو يكون الزلزولي داخل معرش في كائن فضل المشهد هذا ونصريك رأس حربوك يكون وقف مع الخط الخلفي إتيال الخصم فهنا في نفس المشهد عنا أمين عدلي الذي سيأتي الكرة في تجاه الأمين عدلي وهناك بالحيوي الأمين عدلي سيأتي بموردك اللاعب الذي كان ضغط على أمين عدلي وسيأتي تسنى التمرير الثانية عند أمين عدلي فهذا سيستعمل في اختلاق القسل الدفاعي للخصم وتالي نرجع على اللقطة العدف سيأتي نفس الشيء الذي سيأتي في هذه اللقطة وسيأتي لها من بعد من اللغة يكملوا في اللقطات فباقي ما نتعين بالنسبة للسلسلة للفجومة في المنطقة المغربي فهي أول فكرة التي يخصناها هو أنه يدخل الجناح إلى الداخل والأحد اللاعبين الذين يدخلوا إلى الداخل مثلا أمين عدلي ودخل إلى الداخل يعني يجعل كل وار الفارغ إلى الضيار الذي كان المعمر في هذه الحالة هنا مثلا حاكمية الكرة هل ثلاثة اللاعبين كانوا ينتبون إلى حاكمية وعندما تسبب الخدمة تاكسيكي ياللي عند المنتخب وياللي سيستعملها فهنا مثلا أنا سيخرج برشيدير لابل دولان عند الخلط الخلفي كما شوفهم في القطرة السابقة أو المعلمين هنا أو أطلب الكرة ما عند اللاعبين دياللاكس ليومني في أكراد وكذلك سيستعملها حاكمية هذه المرة هو الذي يدخل إلى الداخل وأنا سوف يكسي لك الثلاثة اللاعبين ديالبوركي نفسه كما لاحظه هنا بما أنه تبط لك الثلاثة اللاعبين ديالخصمة وهو القلوار عفوا إلى أمين عدلي اللي هو الجناح هذه الكرة وصلت إلى أمين عدلي شوفنا سوف يترفع هذه الحالة وما أن الثلاثة اللاعبين كانوا يتجروا تجارة أمين عدلي فأنا حاكمي يبقى أعطي الدعم في الضرض إلى الثلاثة اللاعبين التي تسحبوا تجاء أمين عدلي وأمين عدلي غالب على الإنسي جمعنا فهو كان مثلا زيائش وأناحي وكذلك حاكمي كانوا يتجروا تلاثيات بيناتهم وكانوا يستعملوا في التطبيق على المبدأات فأنا حاكمي حاكمي سوف يرجع الكرة تجاء ونحل سوف يدب لي مرضوك الثلاثة اللاعبين كاملين بشأنه يستغل تلك المنطقة وكذلك كنا نرى في الويد دي كتجران بين المنطقة المغربين و المنطقة البرازيلي للأسف من بعد ذلك الويد دي كانوا يقعوا غيابات إلى آخرين فأنا نرى ولكن مع العودة الأبرز من اللاعبين في الميليويتيران فأنا نرى وقارنه مع الضطفة اللي فاتت ما لنا عنده هو واحد اللقطة اللي سوف ينفسح بواحد النقاس لواحد المشكلة كانت في المنطقة اللي عنده علاقة بواحد اللاعب كانت في الجهة اليسرى أنا أمين عدلي شد لابا ثلاثة اللاعبين سوف يمشون الجهة و نحن يعطي الدعم في العادة فأنا أمين عدلي سوف يأتي الباص في التجاهة اليسرى و لا ننسى بأنه لدينا قلب الدفاع من جهة بتوجاهة اليسرى و نصري مستغلة القضية و طالب الكرة بتماريرها وراء الضار الخصم كما نحظوا أمين عدلي باص مباشر بتوجاهة اليسرى كان ممكن كان يكون مخير ولكن هنا أمين حسق بالكرة رجع بالكرة إلى الخلف في التجاهة اليسرى السام الأحمر كما نحظوا و نعرف الغرض و نحن هذه القضية و الناس الذين يتبعونها تتكلمنا عنها و نحن لكي ترجع الكرة إلى الخلف و يزيد بير إلى الخلف ماذا الغرض هو أنه يجور لك معه لاعب من وراءه يجور لك ذلك اللاعب بشأنه يتخلص منه و ينقص و ينقص لك من الكسلة الدفاعية للخصم هنا أمين تلبس في التجاهة الأحكيمي إذا زمنا لديك اللاعب كاللقابل لأنه تسحب و إذا زيدنا في المشاد كاللقابل لأنه تسحب و نحن لديك الضوارة بالبيض و الحمر و هو دو بلالة و زيد و مشا هنا إذا كمنا المشهد سيطلق لنا أمين عدلي و نحن و نا يبقى لنا فقط الجوش اللاعبه علما أن اللاعب الثالث ستسحب لنا الفوق اللي ذكرنا السابقا ستسحب لنا أمين و نحن رجع إلى الجن و إذا كاللعب تخلع لنا من الكسلة الدفاعية للخصم و هنا لدينا جوش اللاعبين بالمنطخض المغربي الذي يعطيه الدعم حكيمي و نصري و كيف قلنا لأننا أنحى متعرض للجوش اللاعبين و آمين عدلي راح هذا و هنا نصري هو الأقراب و كذلك مجرع معه قلب الدفاع كما لاحظتم كواه و آمين عدلي الحل الذي لديه و أنه يفتح و يخلع أمين و لا يطفق الباص بين أمين عدلي نصري يضع في الباص ليذا سيطلق الله على كورة عن تجاهة الأمين عدلي شوف قولينا فقط الجوج للعابة من بورك ينفص من أصل الكتلة منخفضة يبقى الجوج للعابة هنا المشكلة الكبيرة التي عند عبدالصامد الزلزولي فارغ كبير الأخواني كما لاحظوه لاعب واحد الذي سيكسافي أنه يعمر هذه المنطقة التي يمشي لها الجوج به ولاعب سيعمر هذه المنطقة التي خاوية لقطة واحدة أخرى ترى عبدالصامد الزلزولي ونحن يمشي الكرة سيفراب بالشبكة ماذا يدر الزلزولي؟ فإن ذاكي الإنسجام سيحصل على الأناحي وأن الأناحي سيفراب بالكرة والكرة ستدرفها بالغلط وهنا خلطة الزلزولي يدرع في جوج للمشهيد المشهد الأول كان في طريقة الأول وهذه قبل 30 مع لاعبين مختلفين الأول كان في أملاح والثانية في أناحي اللي أفراب بالكور وهنا هي الزلزولي عفاً مقافلة في طريقه فهذه خصوصية الخدمة وخصوصية الانتباء إلى آخر فهذه الخطوة للهدف يمكن اللحظة بأنه هنا حكم يتعرض للضغط عن طريق ثلاثة اللعب البوركي نفسه أصلاً هنا كانت تحاول هجومي ونحاوله لأنه يستجعوا الكرة في هذه البراسة إذن هنا حكم يسوي على أنه يطلق الكرة وراءهم توجد هذه الأمين عدلي أمين عدلي سيقوم بإنقال الكرة في الجهة الأخرى كما نلاحظه توجد عبت الصمد الزلزولي للحياة الأنحي بلما نوضح عليكم سيقوم بإنقال عبت الصمد ويطلب الكرة كما نلاحظه وهو غاديشة لابال هنا من جديد هنا هي غاديشة الكرة أمين عدلي واتيك يخلع لأن اللاعبين دال الخصم يزيدوا يتحركوا يزيدوا يزيدوا في حمام مرات يعني في النفس الكثير دي فعاديهم ها هو لعب الكرة توجد هنا هنا هي الغرض ديال أنه يجر لك ذاك اللاعب للا الدوبل بيت يزيد يخرجوا ولعبت هنا مع أحد شي لاعبي مش أنه يتسهب وهنا يذك اللاعب رجع بش أنه يستط وهنا أمين حيط الباص توجد حكيمي كما نلاحظه هنا أعود أنه يجب الكرة مع عند حكيمي اللاعب لي ما يوقف سبارك الله ما شاء الله والذي غاب علينا في الضطفة اللي فاتت شفتوا الكاري تلكتها في خط الوسط إذن هنا الفتل انتبا يدرب عادي اللاعبه لعب الكرة من وراءهم كما نلاحظه ها هو الكرة توجد أمين عدلي أمين عدلي ولا لاعب وندق الضوء بالحمر معمر وراء دوك رب عادي اللاعبه وغير سيطلق الباص فما تعتقدوش بل أنه سيوقف بل سيطلق مرضوك اللاعبين كانين للفتل انتباه لهم وأنا سيرجع للكرة أمين عدلي وأنا سيسجل الهدف فهنا لا تفاجأش هنا بعد المستوى هذا لأنه سيشوفنا في حلاج لقطة هذه الضغطة من 78 هنا سيطلق فقط أنه سيطلق الكرة بل لأنه سيطلق الكرة بل لأنه سيطلق الكرة كنت أسنق هنا حتى يرجع للكرة من بعد ما سيحصل على مستوى هذا الكامل الكامل وإنه سيخرج للكرة بطريقة اللاعبين هنا كان فقط على مستوى لأنه يرجع للكرة توجد هنا حتى هنا سيكون ضلق ولكن هنا فأنا لا تفاجأش معها وهنا يتابعنا اللقطة المستوى سيشوف على أنه سيفقد الكرة بعدما تم أغلق الفضاء علىه كما لاحظته فالبناء هذه البوركي نفسه كان عبارة على جوج جوج و أعطيت واحدة القضية التي كانت واربين يستخدمها الحارس سيصله لهم بعد فلا شك أعرف سبا أننا دخلنا في الحالة الدفاعية ونا كنا وقفنا تصنظيم الدفاعي 4 و 1 و كيف قلنا مزرائي ووالي شغال بوز دي الستة ولي سنتكلم ولي شوية في هذا الفيديو هنا نصيري أحيانا ما كانش كتغط على فن الحامل الكرة وكانك يكتفي بالوقوف مع هذي اللاعب الليلة الدوب الأسود اللي هو اللاعب دي الستة بالنسبة لبوركي نفسه علما أنهم كانوا يمجوش دي اللاعبين دي الستة هنا في الحياة يضطر بشأنه هو الذي يضغط على فن الحامل الكرة وكانك تسبب ذلك بشوية المشاكل أولا ما كانش كلها سيعود أمرابط وشكونوا مواضحين وخمز دربوه ماتش ولكن أمرابط ما كانش في حاله وآخر مرة كنا ندرنا فيديو لأمرابط شوفوا الخدمة الكبيرة اللي يدار معنا ولي كي يدار معنا هنا من الخرج وناحية دائما أمرابط من اللي يخرج أحد اللاعبي من الخط الأمامي هو اللي يعود أوطماتيكيين ذلك اللاعب ولي يغلق البلاسة دياله هنا من الزراوي بالطبع أول مرة سيضغط المركز على المنتخب فبالتالي سيدخل مضاعشرة مع التخاريق الأولى ولا يقوم بأمرابط وهي أمور تاكتيكية كي يمتزز بأمرابط ومجلش ومشى للماني يونيتد فبما أن الزراوي لم يقام بالأخلاق على المنفذ الأناحية ومن بعد أن الأناحية يخرج هنا الكرة سيتدوز من البلاسة اللي كان معمر فيها الأناحية ولكن مع ذلك الأمر مشكش خطورة لأن الخصم كان ضعيف في الضوران إلى خلال الأغلب الكرة كانوا يرجعون إلى الخلف وكانوا يرجعون للسدومين جديد هنا من جديد لقطة واحدة أخرى لدينا نصير واقف كما لاحظتوا كم تانع من أجل الضغط العحيم من الكرة هناك تردد ما بين التهاب إلى الضغط العحيم من الكرة وما بينه لأنه يوقف مع اللاعب اللي يوقف معه كما لاحظتوا هناك الكرة سيتدوز وأنا صعب بشأن هنا يغلق لك الزاوية تسميج كاملين وأنا الكرة مرات وكيف لاحظتوا الوضعية اللي فيها نوصل مزرعه ولهذا كنقول ما كان يشكو اللي يقدر يعود الخدمة اللي كيدراء أمر رابط أمر رابط كيف قلنا في الفيديو اللي كان عليه كيتوقع دائما الخطر القادم وكيمشي دائما يغلق ذلك الزاوية اللي غادي تجيك منها الخطر هناك الخصم كان ضعيف في التحول ولهذا أغلب الكرة كانوا يرجعون إلى الخلف ولا كانوا يسترجعون دراري بعد ما يدوره ولكن كفكرة بريكولي في حالة لما كانت أمر رابط يعني لما كانت أمر رابط عاد تجعلوا الفكرة بريكولي فهي فكرة ناجحة ما يكون على أن اللاعبين الثمانية والعشر يكونوا اللاعبين اللي مزيانين مثلا أناحي وأمن له حيوية أناحي وكذلك القوة الأمن له خلاص لأنه مزرعوية لا يشعر بك تتقل وهذا الوضع الذي كان فيها اللوزة ولكن اللوزة كان في واحد الوضع الصعيب كذلك ضعيف في الخط الوسط عندك مالح لتها وضعيف وكذلك لم يكن حيوي بالمرة وبالتالي اللوزة كانت تحرق بذلك المعش بصراحة للجنوب إفراقية وكنا نعبين بالخط الوسط كذلك لدينا لقطة واحدة أخرى أنا كنا نستخدم محترح حارس في البناء ونوضح كيف كان الموضع تكتر ضد المنظومة الدفاعية لنا هذه الصراحة ستستخدم لأنه لم نستخدم محترح حارس ونكمل في الضغط لنا هنا ما سيقع وأن الكرة ستبقى عن قلب الدفاع نكمل اللقطة أنا مزراوي الذي يتوقع عن خطر المقبل ويكون دائما قريب من الكرة التي ستبقى لها يعني البلاسة التي ستبقى لها الكرة دائما يتبقى لها فأنا من الواضح كان على أن هذه اللاعب البوركي نفع صعادة لها الكرة توجد ذلك اللعب هنا مزراوي كان تعطن وكان ممشى عنده وهذه كان صدحة البداية للمباراة في هذا المركز هذا اللاعب ستكون متاعب علينا ولكن الحمد لله خرج الضريفة فأنا ما تعوى لدقائق بعد المباراة فأنا مزراوي تحسن الأداء أنا الكرة ستبقى عن الحارس أنا تبقى الكرة ستبقى إلى جانب الآخر أنا مزراوي كان في الجهة التي كان فيها الكرة وكان وقوف معقول أنا مزراوي ستنتقل مع الجهة التي كان فيها الكرة وهنا مزراوي ستتحسن الأداء في هذا المركز كما تلاحظون أن الكرة ضعينة بأنها تبقى إلى الجهة اليسرى أنا مزراوي دائر أعتنسيون ودائر البال أن هذه اللاعب اللاعب ستصل إلى الكرة اللاعب بعد أن هذه اللاعب قلب الدفاع البوركي نفصه شعب لأن مزراوي عمر على هذه اللاعب سيقلب الكرة إلى الجانب الآخر مجدداً مزراوي سنتقل إلى الجانب الآخر كما تلاحظون وهي النتيجة كيف تلاحظونها هذا القلب الدفاع ستلعب الكرة اللاعية طويلة مزراوي انتقل ذلك الجانب أنا في الآخر مزراوي أو سيكسب الكرة أو سربحها إذن أنا مع تولي دقائق دقائق عفوان دي المبارد ستعد على هذا المركز أو ستلعب الكرة بأرياحية أو ستعمل جيداً مع الفرقة فلاحظت بأن الحارس كان نوعاً ما يحتفظ بالكرة أنا أكتفي فقط بمشاهد واحدة لأنني لا أقوم بالفيديو أنا من السرق كان يضغطها لحامل الكرة وكانوا لدينا جوجة اللاعبين خط الوسط شدين للاعبين لديهم الضوء الأسود بوركي نفسه أجنيحة وقفين بلصغ مزراوي بسرعة كما تضعوا أو الضوء الأبيض نكمل اللقطة أنا الكرة ستبشي إلى جانب الآخر من الطبيعة الحالة لأنه عبد الصمت زلزوي وما ستبشي الضغط وما ستبشي الضغط سيجعل الجانب فارغ فهنا هنا الحارس قريب من القلب الدفاع لم ساتواهة شتى لها والحارس سيجعل الجانب اللي خلاله عبد الصمت زلزوي كما نضعوا بالله ما لدفع بللي كانت الفكر الابقية فكرة البوركي نفاصو فقصنا نتابع القضية دي اللي دارتها ضدنا بوركي نفاصو اللي انه استخدمت الحارس اخرج دي الكرة اللي كان عنده دور مهم في تكسير الضغط اللي كان عندنا احنا فكاخر الامر اللي قصنا نترق لها هو انه فضل ما تشاهده فالذي الوقت اللي كانت بوركي نفاصو كتزيد بالكرة حنا كنا كنا كرجعو كسدو والبلوك كان عندنا تطالع وما حاولا انه ملابوا الكرة وراء يعني وراء الدار دينو بصص طوال لان اعجب جميع الزوى دي السمن المغلوقين فبالتالي الحل الوحيد هما انه ملابوا بصص طوال ولكن بما ان البلوك كانت طالع فايمكننا انه مباختون بهذا الشيء هدف معين وهذا الشيء ماشي غادر بهذا الشيء نتكلم مستقبلا كما نحط في هذه الكرة هذه وبالزاوة دين الكرة فهذا الشيء كان في الفيديو دي اليوم حاول انه نتكلم بنا بعض الأمور التاكسيكية اللي كانوا فصل المباراة كتمنى انه معجبكم مع تحليلات اللي جافو حضر فيه اللي ماشي هادك ولكن مع ذلك كانت قتله وكذلك شكرا لللاعبين اللي اعتنوح الانتصار في هذه المحنة دي فانطلقوا في فيديو اسمه قبلة الى اللقاء